قبل ملايين السنين خلق الله العالم الكواكب والنجوم والسماوات وخلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق الله الأرض لم تكن الأرض مثل ما هي عليه اليوم كانت البحار تغمرها والنيازك تضرب الأرض والبراكين تبرز من الجبال مشتعلة ترمي بحمامها إلى أن هدأت الأرض واستقرت وبدأت مظاهر الحياة فيها من حيوانات ونباتات سيدي الإمام قرأت أن الأرض كانت تسكنها مخلوقات أخرى قبل الإنسان هذا صحيح فالأرض كانت قبل خلق آدم معمورة بالجن والسباع وغيرها من الحيوانات وكان من الجن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلتحكي لنا هذه القصة الرائعة قصة سيدنا آدم عليه السلام ولكن قبل أن أقص عليكم قصة آدم عليه السلام لابد أن أحكي لكم أولا عن عدو آدم لابد من إبلاغ سومي آب الجن بما يحدث نعم لقد طغى الجن وسفكوا دماء بعضهم البعض لقد أعدوا العدة للحرب أيبنا إذن سريعا لنبلغه أنتم مخطئون أنتم من بدأ القتال بل أنتم من بدأ بل أنتم الذي بدأتكم جميعا سنجعلها حربا أنتم مخطئون إهداءوا إهداءوا يا معشر الجن استمعوا إلى كلام كبيركم سوميا أبي جن يا معشر الجن يا معشر الجن يا من اتبعتموني أنا آمركم بالكف عن القتال فيما بينكم الجن لا يسفك دماء بعضهم البعض إنكم طغاه وستنالون من الله أشد العقاب ومن سميا هذا يا شيخنا سميا هو أبو الجن يا ولدي وأين عاش خلق الله سميا والجن قبل خلق آدم بألف سنة وقد سكنوا الأرض وهل كان الجن مؤمنين نعم لقد كانوا أول من عبدوا الله على الأرض لكن أتت أمة من الجن بدلا من الشكر والمداومة على الطاعة فسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم وكان لابد من عقاب من الله فلننظر ماذا جرى شكرا شكرا وحدث أنطغت الجن وتمردوا وعصوا أمر ربهم فغيروا وبدلوا وأحدثوا البدع أن نجدى أن نجدى أن نجدى وهربوا يا إلهي لقد هل أن نجدى وهربوا أن نجدى يا إلهي فأمر الله سبحانه الملائكة أن ينظروا إلى أهل الأرض وإلى ما أحدثوا من خراب ودمار وسفك للدماء أن نجدى أهربوا لقد هلكنا حل غضب الله علينا رحمك يا رب مالذي جاء بكم أيها الشقيان؟ أجئتما تسترقاني السمع وتتلقفاني أخبار السماء بل جئنا لتشفع لنا عند رب العالمين فقد حل بنا العذاب والهلاك لقد أفسدتم في الأرض وسفكتم الدماء فحاق بكم غضب الله وعقابه نقر ونعترف يا أميرنا بما اقترفت أيدينا لقد اتبعنا ساداتنا وكبراءنا فأوردوا للتهلكة يا أميرنا إن لك مكانة بين الملائكة وأنت من المقربين إلى ذي العرش سبحانه العقاب قد حل بمن أفسد وسفك الدماء أما من أصلح وأمر بمعروف فهو بمأمن من غضب الله إن لك أهل وعشيرة وهم يحسنون الظن بك لما لك من حضبة في الملأ الآلة فلا تخذلنا يا أميرنا لا أملك لكم شيئا إني بريء منكم ومن أفعالكم اذهبا اذهبا ولا تعود مرة أخرى إن الله لا يحب المفسدين إذهبا في تلك الأزمنة السحيقة بعث الله الملك جبريل ليأتيه بتراب من أديم الأرض من المرتفعات والسهول ومن الأرض السبخة المالحة ومن الأرض الخصبة العذبة ومزجت التربة بالماء وأصبحت طينا متماسكا وبعد أن سكنت البراكين وهدأت البحار وتشققت الأنهار وتفجرت مياه لينابيع العذبة ودبت الحياة على الأرض بمخلوقات الله من طيور وحيوانات مختلفة الأشكال تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ذكرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل عقابه على من كانوا يسكنون الأرض من الجن جزاء أعمالهم الشريرة أراد سبحانه أن يستبدلهم بخلق جديد يكونون خلفاء في الأرض أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة فقالوا سبحانك ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء كما أفسدت الجن فجعل خليفة منا نحن الملائكة فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطيعك فيما أمرتنا فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون جمع الله ما أحضرته الملائكة من طراب الأرض فجعله طينا لازبا لزجا فشكل منه ما يشبه هيئة الإنسان فتبخر الماء وأصبح الطين حجرا صلدا يابسا وظل على هذه الحالة زمنا لا يعلم مداه إلا الله تعجب الملائكة وتحيروا من هذا الكائن الصلد ومن هيئته وكانوا يروحون ويجيئون عليه سنين طويلة طالما ظل هذا التمثال ماثلا ساكنا مكانا كذلك أخذت الحيرة والدهشة من إبليس كل ما أخذ فكان يمر به ويضربه فيصدر التمثال صوتا كصوت الصلصلة ويدخل إبليس من جوفه ليستكشفه تمثال أجوف لحياة فيه ماذا عساك تصنع؟ ما بك لا تنطق؟ ماذا وراءك أيها الأجوف؟ هل جئت تزحمني مكانتي عند رب العالمين؟ هل تملك ما أتمتع به من قوة؟ هل تستطيع أن تعبد الله كما أعبده أنا؟ أنا أعبد أهل السماء لله فمن تكون أنت أيها الأجوف المصلصل؟ أنت بلا روح ولا حياة أما لإن سلط عليك لأهلكنك ولئن سلط علي لأعصي أنك وهذا ما لا أتمناه إنما أسمعه منكما جعلني أسرح بخيالي متصوراً هذه المشاهد المبهرة التي حدثت في هذا الزمن الصحيق نعم ونحن متشوقان لسماع مزيد من قصة أبينا آدم وعن الصراع بين عالم الجن وعالم الإنسان أحسنتما ولنستكمل حديثنا وفي لحظة من لحظات الرحمة واللطف الإلهي نفخ الله من روحه في هذا الصلصال فدبت فيه الروح وأصبح بشراً سوياً يتنفس ويجيل نظره يمنة ويسره أخذ يتأمل حاله ويتأمل المكان حوله ويحرق يديه ويمشي وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل إنها لحظة الاختبار القبرى أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم أن تسجد لما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه سجدت الملائكة جميعاً فالملائكة لا تعرف شيئاً سوى طاعة الله إنها تسبح دائماً خاشعة لله في كل وقت سجدت للإنسان لأن الله اختاره خليفة في الأرض ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراماً لآدم عليه السلام وكان إبليس مخلوقاً من النار شديد الطاعة لربه كثير العبادة له حتى استحق من الله أن يقربه إليه ويضعه في صف الملائكة ولكن إبليس عسى هذه المرة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وشمخ بأنفه وتعزز بأصله قال الله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه لقد خلقتني من النار أما آدم فمخلوق من الطين النار أفضل من الطين أأسجد لمن خلقت طيناً قال الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ربي ربي إني لم أقصر في تعاطك وعبادتك أمهلني أمهلني يا رب أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ربي بما أغويتني لأقعدن لهم سراتك المستقيم ولأغوينهم أجمعين قال سبحانه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كالنذريته أعطى الله سبحانه وتعالى إبليس اللعين ما طلبه من نعيم الدنيا والسلطة على بني آدم الذين يطيعونه وجعل مجراه في دمائهم ومقره في صدورهم إلا الصالحين منهم فلم يجعل له عليهم سلطانا ولما كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد كما يريد هو لا كما يريد إبليس اللعين طرده من رحمته ومنعه من اختراق الحجب التي كان يخترقها مع الملائكة ليبدأ فصل جديد في قصة آدم الذي بسببه حرم إبليس المكان والمكانة ماذا جنيت يا ربي كي أترد من رحمتك ومن حضرتك لماذا لماذا فضلت هذا المخلوق الترابي علي أنا لم أقصر يوما في عبادتك وطاعتك فضلت علي مخلوقا من تراب من طين هذا المخلوق ضعيف فضلته علي أنا أنا المخلوق من نار لماذا لماذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا وقلنا يا آدم اسقن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر